لسه مستمرين طبعا في احتفاءنا بطلاب السنوية العامة اللي في الحقيقة مشرفيننا يعني كمان معنا طالبة تانية عبر الهاتف دلوقتي هاجر محمد إبراهيم الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية ليه المكفوفين ألف ألف مبروك ليك يا هاجر الله يبرك في حضرتك ألف مبروك يا هاجر يعني بتفوقتي على زملائك من الطلاب على مستوى الجمهورية ايه كان رد فعلك لما عرفت انك من قوية للسنوية العامة حقيقة يعني كانت مفجأة وطبمة جبيرة يعني ما كنتش طبعا كده توقعني طيب احكيلي يا هاجر يعني أنا دايما بعيزة أعرف كده الطلاب النكحين والمتفوقين بيعملوا ايه ايه الظروف اللي وجدتك خلال دراستك يعني انت دلوقتي يعني الموضوع بالنسبة لك كان عامل ازاي كنت بتقضي وقت قد ايه بتذكري تحكيلي الحقيقة كنت عادي بذكر مذكر عادية زي اي حد يمكن يعني يمكن اقلم لنه والله بس الحمد لله هو توفق من ربنا طبعا كالأو في آخر الحمد لله ايه اللي امتحان اللي كان قدامك يعني حاسة انه ده كان صعب قوي اه انا اكتر مادة كنت مخاف منها اصلا انجليزي طبعا كنت عامل حيفا طب وحكيلي عن يعني اكتر حد كان داعم ليكي يعني في الفترة بتاعت السنوية العامة يعني احنا دايما بنقول ان الاهالي هم بيعيشوا فترة الامتحانات زيهم زي الطلاب بالظبط لانه الموضوع بيبقى ضغط نفسي على البيت كله مش بس على طالب السنوية العامة مين من جدتك يعني مين من عيلتك احنا عارفين انت عايشة مع جدتك دلوقتي صح مين من عيلتك كان بيدعمك الفترة اللي فاتت احنا جدت ليوني بردو بابا وماما واني باركلهم كلهم يا رب كلهم بحق الشكر والتقدير يا رب طب انت ايه اعلى درجة جبتيها في مادة ايه يا هاجر ايه تاريخ وليغرافيا كنت مقفلة فيهم الحمد لله الحمد لله بتحب التاريخ امتا سبحانه انا ما حبش التاريخ اتنعرفش قفلتك ازاي سبحانه الله ايه الجامعة اللي انت عايز تدخليها ايه كله اللي انت حابت تدخليها اه حابت لها كميل الوصن الماني الوصن الماني اش معنى الماني بحق بالله احيان الوصن المبروك لك يا هاجر بنشكرك هاجر محمد ابراهيم الحصلة على المركز الاول على مستوى الجمهورية للمكفوفين الف الف مبروك لك اشتركوا في القناة